أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي توزيع 114 قسيمة حكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية السكنية لمستحقها من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية وقال العجمي في تصريح صحفي اليوم إن مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية وافق على توزيع تلك القسائم بنظام أرض وقرض بمساحة 400 متر مربع إلى جانب تأجيل ربط المشاريع بالمطور العقاري لحين إقرار القانون الخاص به وأكد حرص المؤسسة على بذل أقصى الجهود لتسريع وطيرة التوزيعات الإسكانية في سبيل توفير السكن الكريم للمواطنين